شبهات التجسس الصينية على واشنطن من خلال كوبا طفت على السطح قبل سنة من الآن فنقلا عن بيان للبيت الأبيض صدر العام الماضي فإن الصين أجرت تحديثا لمرافق جمع المعلومات الاستخباراتية في كوبا عام 2019 كما أن المخابرات الأمريكية قالت بشكل صريح وفي تقييمها السنوي للتهديدات إن الصين تسعى لتشييد منشآت عسكرية في كوبا دون تقديم تفاصيل ومن شأن التطورات الأخيرة في كوبا أن تزيد من مخاوف واشنطن من منافسة القوى العظمى سيما روسيا والصين في منطقة البحر الكاريبي وأماكن أخرى في أمريكا اللاتينية فالصين تقوم أيضا ببناء ميناء ضخم على ساحل المحيط الهادئ في بيرو كما أن روسيا أرسلت مؤخرا غواصة تعمل بالطاقة النووية وفرقاطة إلى ميناء هافان الكوبي علما أن روسيا تربطها بالأساس علاقة قوية بكوبا 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 بكوبا